متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة وفيديو النهاردة فيديو صغير ولكن قد يهم البعض من مشاهدين على قناة انفو تيك فريو والنهاردة جاي أتكلم عن تحديث جديد ممكن نكون ما تطرقنا لهوش من قبل وهو الURL Context Tool هذه الأداة اللي موجودة حاليا داخل جوجل آي ستوديو اللي تقدر تستخدمها مع نمازج جيميناي المختلفة URL Context Tool بتعمل ايه؟ بتقدر انها تجمع المعلومات او تفيتش الانفورميشن من الويب لينك يعني تقدر انها تخش كده على الويب لينك وتجيب لك كل اللي انت عايزه وتحطه لك في الشكل اللي انت هتطلبه وحنشوف دلوقتي مع بعض ازاي حنعمل الكلام ده تقدر تستخدمه مع نمازج مختلفة لو رحنا هنا للنمازج هتلاقي انه موجود مع جيميناي 2.5 Flash Preview كمان مع جيميناي 2.5 Pro هنا فيه نمازج مختلفة بتدعم هذه الاداة اللي هي URL Context Tool هنجربها دلوقتي مع بعض من خلال نجرب مع بعض جيميناي 2.5 Flash الجديد اللي هو Light Preview اللي احنا لسه متكلمين عنه الفيديو السابق وحبتدي اختار URL Context Tool وهنا هو بيديك زي مثال كده من الامثلة على استخدام هذه الاداة احنا هنشوف مع بعض مثال باللغة العربية هنروح كده مع بعض من الاول احتاجي لجدوى المقارنة بين خمس تقنيات شائع مستخدمة في توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع التركيز على الجوانب التالية المفروض ان انا عايزة الكلام ده يعني طبعا الموضوع حسب انت بتدور في ايه بالضبط ولكن انا بوريك الطريقة اللي ممكن تستخدم بيه هذه الاداة هنطبقوا مع جيميناي 2.5 Flash Light Preview بتاريخ 17.6 هنا بقوله ان نوع التقنية خلايا شمسية وحدية الكريستال متعددة الكريستال الكفاءة المتوسطة ايه هي التكلفة انا عايزة ينقشل النقط دي كلها تردد موقع الاختبار ونوع البيانات وفي الاخر خالص حديره مصادر البحث العلمي اللي هي ممكن تكون اسماء مواقع وممكن تكون الURL الخاص بيه المواقع فممكن يروح للموقع ويجيب المعلومات من هذا الموقع زي جوجل سكولر او Research Gate وممكن يروح لURL كمان انا هقوله روح لي مصادر البحث العلمي دي او دور في مصادر البحث العلمي دي عشان مايروحش يجيب لي من حتة تانية ويبتدي يحط لي الكلام ده في مقارنة او في جدول هبتدي ادوس Run وهنا انا مش هفعل Thinking Mode ممكن تفعل Thinking Mode زي ما انتوا عارفين في Gemini 2.5 Flash عشان ما ياخدش وقت بمجرد ما حدوس Run هيشتغل على طول زي ما احنا شايفين انا بيقول لي ساقوم بعدات جدول مقارنة بين خمس تقنيات شائعة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية مع التركيز على الجوانب التي ذكرتها اللي هو المفروض انا ذكرتها هيختار افضل تقنيتي هبدأ البحث في المصادر اللي انا برضو قدمتها له عشان يجمع منها المعلومات اللي هي Google Scholar Research Gate ساقوم بالبحث عن المعلومات اللازمة حول تقنيات الطاقة الشمسية هل لديك اي تفضيلات اخرى او هل تود مني المتابعة هقول له المتابعة يعني اتابع فهيبتدي يتابع ليه لان هو الاول بيسألني قبل ما يديني الاجابة وده الجميل فيه هو هيركز على ايه وهل هو فهم السؤال بشكل صحيح ولا لأ وكمان عجبني جدا ان هو بيقولك لو انت في حاجة معينة عايز تركز عليها لان انت ممكن تكون نسيت تقوله ركز على ايه انا قلت له تابع بيقولي ساقوم الان بجمع المعلومات اللازمة لانشاء الجدول ساقوم بانشاء الجدول مقارن ثم ساختر ساحتاج بعض الوقت لجمع هذه المعلومات قلت له فيه الانتظار بعدها بحاجة بسيطة جدا لقد قمت بجمع معلومات حول خمس تقنيات شائعة لتوليد الكهرباء لازم تقوله يعني تمام او في الانتظار او تابع لان انا فضلت مستنية لقيته ما بيردش اول ما قلت له في الانتظار اعطاني الاجابة على طول فجمع لي المعلومات حول الخمس تقنيات حطها في جدول نوع التقنية والكفاءة المتوسطة لتحويل الطاقة التكلفة لكل كيلوات حسب طبعا الموضوع كل واحد والموضوع اللي هو عايزه ملأمة للبيئة وملاحظات هامة على الموضوع وعطاني افضل تقنيتين المناخ الصحرائي ده طلبت منه والاسباب ودراسات ميدانية مقترحة زي ما انتو شايفين وبشكل مفصل وجيد جدا وبيعجبني جيميناي في التعامل مع المحتوى باللغة العربية يعني حتلاقي ان هو ممتاز يعني يمكن افضل نموذج هو وشاة جي بي تي في التعامل مع اللغة العربية بشكل عام ده بالنسبة لأول مثال معايا جربت مع جيميناي 2.5 فلاشلايت بريفيو بتايخ 17.6 يلا بينا نجرب مع جيميناي 2.5 برو ونشوف النتيجة المرة دي انا هستخدم هذه الاداة واشوف النتيجة بتاعتها مع جيميناي 2.5 برو هنا مفيش خيار التفعيل او عدم التفعيل يعني هو متفعل هو هبتدي ان انا هنا افعل التول الخاصة بال URL بدل بقى مع كل شوية اروح ادوس على URL وحبتدي كما انا فعل وحبتدي احط السؤال بتاعي ان انا عايزة جدول مقرنة بين خمس نمازج لغوية كبيرة وعطيت اسم الشركة والنموذج والقدرات الاساسية وما الى ذلك ومصادر موسى بها للبحث ده اللي حيروح يدور فيه ويبتدي او يجمع المعلومات وحبتدي ادوس طبعا هو فحيبتدي يفكر فطبعا هياخد وقت شوية عن جيميناي لانا ما كنتش مفعالة في اللي هو 2.5 فلاشلايت ما كنتش مفعالة هنبتدي نشوف مع بعض بيانالايز الديتا بيورجانايز الانفورميشن بييفاليويت الليميتيشنز وابتدأ يديني المقارنة زي ما انتش شايفين ما بين النمازج المختلفة اللي عطيتو اسمها ويبتدي اختار افضل نموذجين منهم اختار جي بي تي فور والاما ثري الجميل انهم على الحياة خالص يعني طلع نفسه برا المقارنة يعني وكمان قام بتقييم النموذج وطريقة التقييم والبيانات يعني زي ممكن تقييم والادوات المستخدمة وده بالنسبة للإجابة زي ما احنا شايفين اللي عجبني فيه هو طلع نفسه برا خالص المقارنة ودي حاجة كويسة لان انا هنا قلت له استنادا الى هذه المقارنة الواختيار افضل نموذجين الاستخدام الأكاديمي في التحليل النصوص باللغة العربية مع تركيز على الفعالية والسعر ودقة النتائج لو انت شفت الإجابة هتلاقي هو مطلع نفسه اللي هو مختار جي بي تي فور من أوبني آي وي لاما ثري ميتا زي ما احنا شايفين هبتدي بقى اروح للأدعالي وابتدي ان انا احط كده سؤال بسيط قم باعطائي افضل الكورسات التي تصلح لمبتدق ايا كان بقى النموذج اللي هو بيستخدمه بتديله اللينك وبدوس run هبتدي يفكر ان هنا استخدم جيبناي 2.5 تاريخ 17.4 بيبتدي يفكر زي ما احنا شايفين هنا بيقولي لا يمكنني الوصول لمحتوى الرابطة الذي قدمته الحصول على معلومات محددة حول الدورات وفوائدها هحعمل ايه في الحالة دي هفعل الgrounding with google search واجرب استخدم نفس السؤال يعني اخذ كده السؤال تاني copy ابتدي اروح تاني احطه وابتدي ادوست run شوف بقى لو فعلنا ال google search هل حيوصل ولا ما يوصلش هل حيخش على اي دورة ولا لا هنشوف دلوقتي مع بعض انا سيهو بس هيفكر انا بقى مش هيقدر ليه مش هيقدر لان فيه حواجز زي شاشات تسجيل الدخول الذي يتطلب اشتراك فعشان كده ما يقدرش يوصل لمحتوى الرابط اللي انا قدمته له فاخذ بالك من حاجة في بعض الاحيان مش هتقدر حتى لو فعلت grounding with google search يعني بص انا فعلت معاك grounding with google search مش هتقدر توصل لمحتوى الصفحة او يعمل feature information ليه لان فيه تسجيل دخول المحتوى لازم اشتراك وبالتالي مش هيقدر بقى ان هو يعمل الكلام ده امتى يقدر يوصل يوصل لما يكون مش لازم تسجل مش لازم يعني الموضوع مش مقفول الموضوع مجاني وبالتالي اي boundaries او اي حواجز هتخل هتعوقه ان هو يقدر ان هو يبحث مش هيقدر يديك اللي انت عايزه فاخذ بالك قوي من هذه النقطة فاورت هالك بشكل عملي زي ما احنا شفنا حبيت ان اصلت الدوق على URL Contacts اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة InfoTech for You وزي بقولك في نهاية كل فيديو لو حس انت بتستفيد من الفيديوهات بتاعتنا ياريت منساش تعمل like و share و comment ولكنت بشوفنا اول مرة منساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة